انتشر في الفضائيات في الفترة الأخيرة بما رأيته بعيني وسمعته من إخواني والإعلانات خطوط لتفسير الأحلام وخطوط للأمور الفلكية وخطوط للعلاج بالقرآن وخطوط للرقية الشرعية وبرامج منتشرة في القنوات قنوات أهل السنة وقنوات البدع أهل البدع هذه القنوات بخرج عليها بعض الناس عاملين برامج عن الرقية الشرعية وحدثني كثير من الإخواني سألوني أن في بعض المراكز هذه المراكز يقولون بأنها تعالج بالقرآن فالمهم يعني حصل تواصل بيني وبين الأخ صاحب المركز فبقول له أنتوا تعملوا في المركز قال لي والله أنا والشيخ فلان في هذا المركز بنرقي رقية شرعية وبنعمل حجامة يعني تحدثت مع هذا الأخ وإن كان هو يعرفني وكان بيجلس معي في المجالس في المساجد ومن معه من إخوانا من الدعاء أقول بملء فيه قال صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن الإنسان لا يستطيع أن يتصدى لمسألة العلاج بالقرآن خاصة إلا إذا كان له صحبة مع الكتاب والسنة ابتداء ثم يكون فهم يعني إيه مس ويعني إيه عين ويعني إيه حسن ويعني إيه عشق ويعني إيه توابع ويعني إيه قرائن ويعني إيه وسوس مرضي شائع ويعني إيه قلق نفسي ويعني إيه اضطرب نفسي ويعني إيه اكتئاب ويعني إيه هلاو السمعية وبصري لابد أن يكون دارس لذال أي حد فينا في الدنيا كلها طالما أنه مسلم يستطيع أن يرقي يحط إيده على رأس المريض ويقرأ الفاتحة أو يقرأ أية الكرسي أو الإخلاص على المعاوذات أو يقول بسم الله أرقيك من كل إيه ذيك ومشارك كل عين حاسن الله يشفيه أي إنسان يستطيع أن يرقي إحنا مش فتحين مراكز للرقية إحنا فتحين مراكز للعلاج مركز للعلاج شرط تكون فاهم يعني إيه مس وسحر وعين وحسد وعشك وتوابع وقرائم فاهم يعني إيه أمراض روحية ومع ذلك تكون دارس علم نفس فاهم يعني إيه وسوس مرضي شائع لخلط كيميا الرأس نقص مدر السلطنين في المخ فاهم يعني إيه هلاو السمعية وبصري فاهم يعني إيه التراب نفسي فاهم يعني اكتئاب فاهم لازبت أن تكون دارس دراسة واعية وأن تكون حصل على دورات في مثلها ولكن كل واحد أراد أن يعني يكسب مالا بأي سبيل لم يفلح في أمر معين فبدأ يفتح مركز للعلاج ويقال ومكتوب خمس ست أرقام تليفونات والشيخ فلان بيزاكل المركز والشيخ فلان بيزاكل المركز وهذا الشيخ بقوله عليه يزاكل المركز ليس هو من أهل الرقية أصلا ولا يعرف شيئا عن العلاج مالوش دعو بالعلاج ولم نسمع عنه أنا اشتغلت عشرين سنة في الرقية ثم تركتها لانتغالي في العلاج لانتغالي الدعوي وإلا ما قدشل هذه المورامج وهذه الأبحاث التي نفعلها وعاوز أقول يا إخوان فلذلك لا يعمل في العلاج بالقرآن إلا متخصص الذي فهم يعني علاج الذي يفهم يعني علاج ولكن لا يستطيع أن يفرق ما بين المس والسحن والعين والحسد ولا بين المرض الروحي والمرض النفسي ولا بين أعراض هذا وذاك وبعدين يقول العلاج بالقرآن ومعمول إعلالات مراكز مراكز العلاج بالقرآن وهو لستطيع أن يفرق أقولوا إخواني اتقوا الله إن المكسب من وراء ذلك حرام لأنك لست من أهل التخصص ولن تستطيع أن تشخص تشخيصا صحيحا إن لم تكن على دراسة إن لم تكن دارس هذا الكلام دراسة واعية من الكتاب والسنة وفهم كلام العلماء في ذلك ده في أبحاث يا إخواني والله العظيم عن دراساء الدكتوراه عن الرقية الشرعية في الكتب الستة والله العظيم رسائل دكتوراه كلام ده مش لعب مش أي واحد يقرأ يستطيع أن يقرأ الشيخ أشرف عامل ربنا يحفظه ويبارك فيه صاحب برنامج ألف لام ميم قال يا شيخ على نسبة اسأل فروقيا وهو عالم من أعلام القرآن ومن أعلام من من يدرسون التجويد وأحسبه أول واحد الآن معروف في القلوات الإسلامية في مسألة تعليم أحكام التجويد ومع ذلك لما حد يتصل بيقول له يا شيخنا أنا عندي مشكلة كذا يا إما خد رقم عبد الرحمن رقم إبراهيم رقم عمر رقم إسماعيل أي حد ينخلنا له رقم يقول أنا مش متخصص يزاه الله خيرا وقلت ذلك في برنامجي لما صدطني في أربع خمس حلقات تكلمت أنا هو في ذلك قال والله أنا ما معرفش عالك هذا كلام إنسان يزاه الله خيرا يعرف قيمة نفسه امتداء ويحترم الناس والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب أنا سمعت حلقة على بعض القنوات وليس قناة الندى على بعض القنوات أكسب بربي الذي رفع السماء بلا عمد الاثنين الإخوة اللي أعدمي كلمة على مسألة عندنا مركز مركز للشفاء ومركز للعلاج ومركز مش عارف لإيه أكسب بالله العظيم لا يحسن أن يتكلم في هذه القضية أبدا ولذلك أنا أحذر إخواني من التعامل مع مثل ما ذكرت إلا إذا كانوا لك مركز أخرى أهلا من أهل السنة ويعرفوا في مسألة العلاج وزكاهم في ذلك أهل العلم لا بأس أن تذهب إليه وإن كان الأمر عند ابتداء أن يعالج الإنسان نفسه بنفسه ده ابتداء تعثرت عندك الأمور لبعض الأسباب سحر مأكون مشروب بتاع أي عرب من الأعراض ولم تستطع أن أنت تعالج نفسك لا بأس أن أنت تذهب إلى راقي ولكن لابد أن يكون من أهل السنة ولا يغرنك الشهرة فلان مشهور لا 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 اسأل عنه ابعث ابعثي يا بنتي أبوكي أخوكي خالك عامنك اسألوا الدعاء في المنطقة عنه فلان يعرف الروخية ولا لا اسألوا أهل التخصص ما رأيك في فلان وطريقة علاجه ولكن يا إخواني هذا العدن الذي نراه على القنوان والسنزف أبوال الناس وده مش عارف يعني مش عازلني الكلم كتير إنما ده العز أقوله وأريد أن يحذر الناس يا إخواني وهذا وجب النصح للمسلمين يا إخواني أحسن الله تعالى إليكم وبدون أسماءه أحسن الله تعالى إليكم وبرك الله تعالى فيكم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هذه سنة النبي فأنا لم أذكر أسماء أبدا ولا أذكر ما عيت ولذلك أقول ينبغي لنا ينبغي لنا ومن يتصدر في مسألة العلاج أن يكون من أهل السنة والجماعة اتداء ثم أن يكون له علم بذلك ولابد أن يكون دارس علم نفس عشان يقدر الأمراض النفسية يستطيع أن يفرق ما بين الأمرين هل ذا أمر نفسي والأمر روحي أمر متعلق بالشياطين وغيرها والجن وغير ذلك والذي أمر تحتك إلى طبيب نفسي أسأل الله تعالى أن يبرك فيكم وأن أسدر خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير